اي احد عنده ربو او عنده ضيق تنفس او الشعب الهوائية بتتعبو او هو نايم بالليل ما بيقدرش ينام الصدر بتاعته فيها مزيكة من جوة وصعب على التنفس ومش بيقدر يمشي لو ماشى مترين ما بيقدرش يتنفس يسمع الفيديو دي ولو عجبك الفيديو جيت عليه ابعته لغيرك عشان غيرك ان شاء الله يستفاد دي صدق الوجه اللي تعالي ده القرنفل ده القرنفل طبعا المعروف القرنفل هناخده سبع حبات او ست عواد من ده شوفوا العود ده هناخده ستة بس نشيلوا الطربوش ده بتاعي ونشيلوا الطربوش ده هنشيلوا الطربوش ده هيقبوا من غير طربوش وهنحطوهم هنحطوهم في كوب ماء زي كده او قرورة مية او نص ريالة صغيرة ست حبات او سبعة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة انا بعملها عملي عشان خاطر تعملوها سبع حبات زي كده يفقد ضايت مية زي كده يا قرورة من نص ريال وتغطوها وتقود للصبح اول ما تسحى الصبح بازن الله صلى الفاجر تشربهم على سبعة ايام او عشر ايام لو ما شيت عشرة كيلو جاري مش هتحس بانك انت بتلاهتاء عندك ربو عندك بلغم عندك اديك في التنفس بعد عشرة ايام ابعتلي يقول لي ايه رأيك في الاعلاج اللي هو ملهوش وجوده وهتشرب ان شاء الله وتدعيلي سبعة ايام او عشرة ايام على الريق الصبح حطهم زي كده زي ما انا حطيتهم والصبح تشربهم على الريق تحياتنا ليكم ولا تنسوا الصلاة على محمد اشتركوا في القناة